موسيقى مرحب بكم في الحلقة السابعة من برنامج هوة الزعيورو اليوم كيف نتحدث عن المجموعات الثانية والثائثة في كاعس الأمم الأربية الجولة الثالثة اليوم الساد في الآخر لقناة المنتخب بالنمساوي يلتحق بالمنتخب الولندي ويتأهل يثوم النهاية مشاهدار تلتح� المنتخب الالديلماركي ويتأهل برفقة المنتخب البلجيكي إلي الثمان Samantha ولكن يلحظت الحلقة بحليفة المنتجرية جدا أهلا للمنتخبات المنتخبات ملابك اليوم المنتخب الفرنسي رسمية تأهل يعهمًا المنتخب الإنجليزي رسمية تأهل الثمان Samantha المنتخب السويسي رسمية تأهل الثمان Samantha المنتخب الان Gilman Review كيف تأهل الثماننا أيضاء لأحệt teaching there are the strength of the player هو لحظة المتخب فنلندي يأخذ 3 نقاط في ماركس 3 معنى أي فريق يصل إلى 4 نقاط في أسوال حيث يأخذ ماركس 3 باش يتأهل كأفر الأربعة صلاحة مثل X 3 هناك عشر رسمين هناك المتخبي تضموني سميتهم بكله تأهلوا أي منتخب يصل إلى 4 نقاط يتأهل رسميا نحكيه على التطريب بجموعات النهائية في المجموعة الثانية المتصدر بتسعة نقاط يليها المتخب الدماركي في ماركس 2 يليها المتخب الفنلندي في ماركس 3 Outre 3 نقاط لما عرف المتخب الدماركية يعتاد عن'D لكنه ضد أندا aproveات سميتهم بشكل مهاجم يريد انضر التفاصيل ثلو ذلك على المجموعة الثانية يليه المتخب ال glamorous thang يليهم المنتخب الوكراني في مياكز 30 حيثة 80 يليها المنتخب ميتعرفة ومن الممكن المنتخب اللوكراني يشوفه مترشة كافر الأربعة أصحاب مراكس سيثا هذي من الممكن يكونوا يبقوا احتمالية كله المنتخب اللوكراني ومنتخب فنلندي يستنيه برغم حضوظهم رحيفة شوية ولكن من الممكن كل شيء يسير إذا نخليكم تاو مع التفاصيل تحت القضية أول حاجة لكم أرمال بفرشنتينة متشة بونين الشين وزين فيديو وخليكم تاو مع التفاصيل تقلق من صفحًا إذا ننتقله بعد أن يتحدث عن مقابلات المجموعة الثلاثة والمقابلات التي تسرطيهم بين مقادرة بالحولندي ومنتخب مقدونية الشمالية وفاة النساء المنتخب الهولدي تتسليل المنحب الهولنبي ويعني المستفيدة بالمجموعات الكامية المقابلة نظف مهم lithium لم يعد قبل مش أهمهم journey في نفس المنافسة ومن المنتخب منتح�� لفاة ومنتخب مقدونية الشمالية تخذ أمال في التأهر إلى الدور القادم ولكن الحكاية للمستفيد الماتيرية هي اعتزال اللاعب بونديرف دوليا معناه اليوم ردينا لحظة قوية وقت اعتزال بونديرف تصفيق من الجماهير واحترام من كافة اللاعبين اللاعب ريلي قضى مسيرة دولية طويلة مع المنتخب النقدوني وهو اعتزال في عمر 37 سنين دوليا اذا المقابل ريلي ما كانش عند فائد لكن اقتركم من ناحية الترطيب المنتخب الهولد الانهر مجموعة بالعالم الكاميرا هو ريلي حاجة مهمة ليه معنوية وليفتل دول 16 انه فريق منتصرات المقابل الكلام شو يدخل دول 16 وهو معناه عنده طيقة اكثر في نفسه نحكيه على هدفين سجلوا من اللاعبين الدوم وهدف سجلوا اللاعبين في دي باي المنطقة الحديثة اللي ندي برسلونة اذا المقابل المهم اليوم هي مقابلة المنتخب النمسي والمنتخب الاوكراني واللي وفيت انتساء النمسا بواحد سفر والنمسا رسميا تتأهل الى الدول القادم بينما اوكرانيا نجم قوله فرما امكانية ولكن ما يشكوا يا برسل الامكانية معنا بتلتها نقاط بفرق اهدف الاوية حتى ننشوق الاوكرانيا عنده حضور كبيرة نجم قول حضور اوكرانيا متواسطة نجم قول نسبة تراشح 40% لمنتخب الاوكرانيا الدول القادم اذا نحكيه على ترتيب النهيهة على المجموعات رية نرقا المنتخب الهولاندي انها المجموعة بالعلمة الكاملة المنتخب النمسيوي في مركز الثاني بستة نقاط والمنتخب النمسيوي رافق المنتخب الهولاندي الدول القادم نرقا في المركز الثالث المنتخب الاوكراني بثلاثة نقاط وفرق اهدف الا واحد وفرق اهدف مهم جدا في الحالة الترية خاصة كجي تشوف وتقارن مع الثلاثين في مجموعات الاخرى وفي المركز الاخير المنتخب مقدونيا الشمالي اللي كانت المشاركة انتاعه محتشمة بسفر من النقاط نعفو له المشاركة الاولى في تاريخ هذا المنتخب في كأس ورنة اوروبية ولكن سراحتان المشاركة لم يكنش مستوى التطلعات كيف تيزي المنتخب التركي ريناهي البرع يخرج بسفر من النقاط معناه فريقين رامل زوز خيبوا شوية الايمان ومعنوش حتى معناه افوار صغير لاشقدوا بنجموا ياخدوا على اقل النقطة زوز منتخب الهول يغادر المسابقة حرابة؟ ان اليوم لات الحال اليوم المستحلی مقابلتice المنتخب بننسوي ولمنتخب الاوكراني بما انه سالا fellows شاهدتها نعرف المقابل اخرى محلبي عندها التفايل لك konuş لاشتش في المقابل اخرى نكلم ترسيت وركست على المنráض المنتخب بننسوي والمنطخب الاوكراني لذا اليوم ان لحت كان اضيت منطخب بننسوي داخل المقارنة بتشكيل الأربعة وثلاثة اليوم في المقابلات لحظنا اللاعبة الاهامة كانت راه色ون score في المقابلات السابقة لاحظنا الابة كالقل الدفاع و المنزخف الليمسيوي بدأ عضر دفاعين يؤثر إهتمال على 3 قلوب دفاع لكنه في مقابلتي ال Tomb. Pow. المنزخف الليمسيوي Опمد على 0 prim3 ري nossa wool But com 10 ر� den 5ります واعتمد على الرد裏 này שהديه ОнTheull again "-وهذي سبب نقلة وعية بنحية الرجومين لمتخب الليمسيوي المنزخف الليمسيوي كان ضعيف المنزخف الليمسيوي كانوا مثلا آسف المقابلات السابقة وتماكن من أن تصار في آخر دقائق لكن يناقين اليوم أن المنطخب المسيوي كان أفضل بكثير من مقابلات زوجرينيات أحسن مقارنة للمنطخب المسيوي كانت اليوم لأن المنطخب المسيوي لفكرة الاعتماد على زوج قدوب دفاع نفعت أكثر من فكرة الاعتماد على زوج قدوب دفاع نفصل لكم معلومة للتفاصيل على لماذا الحكاية رئيسات اليوم بالنسبة للمنطخب الأوكراني في أنه يداروه ضد خالب التشكيل الأربعة كثيرة اليوم الدين م looksyy بقيادة المدرب فرانك وفوادا سنعتمد على منظومة الضغط عامل وامتازة من طبع الافكار المنطخب ابن سيوي كان أفضل بكثير من المنطخب الأوكراني المنطخب الأوكراني الاجم援 من العمل القبر الرئيسات اليوم داد مقنونة الأشمالية المنطخب الأوكراني متعنا ب ولكن مطخب الأوكرانيmark уч économ legacy قلت لأ المنتخب الأوكراني كنت أعضف مشكلة كبيرة يخسر الكرة لكن المنتخب الأوكراني إذا كانت أعضف مشكلة كبيرة اليوم إذا كنا نتحدث بمتخب الأوكراني اليوم نعمل لآخر إسو what the UK ضغط عالي كوي برش ويتم عالى هذا العام نعم لم تغطimento زيانج يوم من هينجا إذا نتحدث عن لعبة زينشينكو في مقابلية تألق تمقبل السابقة لكن نحن يخطف عن مقابلية لم تكمل الضغط بزينشينكو إذا كان شوف يكون نجم فريق في المنطقل الاوكراني تقولوا إن هاهو اللاعب برا زنشينجو حتى هو الليرعب فى حسن فريق هو يلعب Property systems فإن من الطبيعة تقول نجم فريق هو اللاعب زنشينجو ولكن زنشينجو ما كانش حاضر هو ما نفعش فريقه باش أنوه يعاونه شوية حتى فى الو sol حاجنا بالولونس وكلاعب النجم ياخش مكان تحت الضغط للمنتقل المسوي هذا ما كانش حاضر اليوم بلاعب زنشينجو حتى لعيب لوس المايدين الأخرين مكينوز حظيم سفة كبيرة إذا كل يوم نحكيه عن المنطخب بنيميسيوي فإنه ساندو الضغط على قوي برشا على لعبين منطخب بلوكراني فإنه منطخب بلوكراني يلقى مشكلة كبيرة في تخلص بالكورة والمنطخب بلوكراني واليخصب باش كورات في مناتكو المنطخب بنيميسيوي كل يوم يطلع في الأرهنة طيب سفة كبيرة خاصة لعب أداب عجياليوسا ليونيعمال عملهم متجدا من ناحية الضغط وفكير الكورات اللعب عجياليوم قد مقابلة كبيرة وإنه مرايز حقناه من مقابلة لأنه كان جيد على جميع النواحي الدفاعية والهجومية الهجومية هو عمل لسيس التعادل في الأول ومن ناحية الدفاعية كانوا ممتاز في تصريدها جميع المنطخب بلوكراني خاصة أن المنطخب بنيميسيوي في آخر الضغط تلاجع دفاعيين وخلع الكورة شوية للمنطخب بلوكراني المنطخب بلوكراني كان سيئ وقت يستحفض على الكورة في الشرط الأول وكان سيئ وقت يفقد الكورة كل من يفقد الكورة للمنطخب بلوكراني يدخل بعضه ما يعرش يتمركز المنطخب بلوكراني ما كيف يوم صار الضغط عالي وقت يفقد الكورة ذي الحاجة الخائبة اللي من المنطخب بلوكراني المنطخب بلوكراني من الوقت تشوف تمركزه من ناحية دفاعية كان حاب يداخل داخل على التعادل المعنى ولكن المنتخب لوكراني قبلها هدف من الكورة ثيب تركنية اللعب على الاب يوزع الكورة واللعب بوغنتير يحط كورة في الشيبير كذلك يخدر المنتخب المسيوي أكثر راحة في المقابلة والمنتخب لوكراني لم يلاحظون أنه يريد التفعيل قوية سيحة المنتخب المسيوي تراجع شوية للدفاع بعد الأفضاء ما كانت معناه كالضغط فوليني الهائل اليوم في أول مقابلة إذا كان لحظتم بيدينة المنتخب المسيوي كانت قوية برشة ولكم النجم правда نقول للمنتخب المسيوي واسط بنفس النساق الذي معرف immersed القابلة من لو أن المنتخب المسيوي تراجع بالقابلة ولكنه كان الأصل الصيف في المقابلة على الصيف but could be a third time أجل المنتخب لوكراني يحضر عدد المؤمن في أخر دقار في قراءة فيه الخراسس ولكن اذا كانبنا conservation فيه على البياق Useful البقاءми ال困難 المنطخب المسيوي كان الترف الأفضل من المنتخب لوكراني المنتخب المسيوي يرص لعمل التفعيل حتى يرده مطابيه لإنجعل هدف صعيداً يتعرض للمنطخب الوكراني ولكنه ما استدد بيدفاع قوي علي الدفاع للمنطخب المساوي يحتوي على عملية او دفاع كالممتاز اليوم المنطخب الوكراني يتمرخ بناها قدرين ينش نالفيراً كل يوما تضربنا لما نصايم حاق س 한번 يكون في هذا نحكيه عن المنطخب الأوكراني يواصل مع المحاولات لكن تحسي المنطخب الأوكراني حش يربيه لكي يربح اليوم لذلك اللاحث لون تمركز اللاعبين في حالة دفاعية الوقت المنطخب المساوي يستحضر على الكرة تلقى المتخب الأوكراني يتراجع يريد سأتنقل خطأ التكتك الكبير وقع في المدرب شيفشينكو المدرب شيفشينكو أثنين يدعلي في بيئة السابق الموعد من أننا نحكي عن المقررات السابقة خاصة لدينا فكرة تكتكية للمدرب شيفشينكو وكانت نافعة ولكن يمكن تحكي عن المقررية ما نلقاوه شهر المدرب عمله رغطة عالي وإلا هدد لفعل منتخب بدمسيو في الوقت المدرب إلا يستحضر على الكرة وكانت عند اد이다 لعبين نمسا تفنه في ضع الفلس وخصمنا هجلة مرتدة لأنه مطخب النمسا حاول يستقرد شوية هجلة مرتدة في ذلك تقدم من لعبين منتخب الأوكراني لكن ما استقرد لش مطخب الأوكراني لكي لا يجعل من أحيات رجمية والمنتخب النيمساوي استبسل دفاعيا وخذ فريقه يتأهل الدول القادم إذن كما قلت لكم تقول أن نمسا يتأهل الدول القادم يرافق المتخب الهولندي ورسمياً مواجهة بل المتخب النيمساوي و المتخب الإيطالي ذات أخرى ضد المنتخب الإيطالي وخالها بس نزيل في ملعب ومبلي وقابلة سيبة عن المتخب النمساوي ولكن كيف نحن متى مبارنة بيج للمنتخب الأوكراني لا يشفوا قابلة سهلة المنتخب الإيطالي باتباعها لأنه فريق وسل در 16 موجه فريق سهلة بالمر Witherba أربعة ثويلة للمجموعة الستة وكنا نكملنا مع تحدي المقابلات المنطخب المساوي ومنطخب الأوكراني إذن ننتقلوا بش نحكيوا عن مقابلات المجموعة الثانية والكورة تونس في المنطخب الدنماركي ورسميا يرافق منطخب بلجيكا إلى دولة 16 المنطخب الدنماركي يتعارض في مشاكل في المقابلات الأولى نحكيوا عن المقابلات الأولى في فنلندا اللي كان فيها الترف المسيطرة حتى صارت الحكاية من سوء حظ ما بيناء إيريكسل ولكن الحلمونة ما cause الله elxing's a camper en lead لكن المنطخب الدنماركي في المقابلة Sergio كم من المقابل واللاعبي في حالة نفسية سعيدة يثق الجمنא التحال لك المقابلة هاي تخلال م Others المقابلة التي أشكنا عليها هي مقابلة المنتخب البلجيكا & المنتخب الدنماركي واللي كان المنتخب الدنماركي الترف الأفضل بشكل كبير فيها لكن المنتخب البلجيكhan لا يشكل في الانتسال والمنختب الدنماركي استعقل المنتخب الإنتبس ونحكيه اليوم عن مقابل ريالي جماعة منتخب الدنماركي ومنتخب الروسي بساعة منتخب الدنماركي اللي روسي بأربعة واحد يا منتخب الدنماركي يستغل فرز بلجيك على المناط recipient في يجب 27 وايت اهل في الكثاني الأجموع الرئيس ذكروا ترتيب النهائية للمجموعة رئيس الهدف المنطخب البلجيكي في مركز الاول بتسع نقاط يليها المنطخب الدنماركي scattered between الشيء بترة نقاط يلي المنتخب الفنلندي في مركز 3 بثلاثة نقاط يلي المنتخب الروسي في مركز الرابع بثلاثة نقاط ولكن الفرق الذي يعتاره الدمارك الأفضل له هو الفرق الإهديف لأنه في العالم في نظام اليورو إذا كان الفرق تكملون في المركز فإن المؤجية المملكة المباشرة هي التي تحسب ولكن هنا عندنا ثلاثة فرق أكبروا في نفس المركز مع نحنة أن ن Personen يكونوا عن ثلاثة فرق كل جابت ثلاثة نقاط وقتها يولئوا ميزات مباسى ربهم من الثلاثة هل أكثر عدد النقاط ضد فرقة الهدائة ج cliché viendo 찾ان Eleven شع Political لدينا ميزات مباسى يتم الوزوء إلى فرقة اهداف منطحب دنمارك الذي ستذكره يجعل المكسث Derby اليوم نحكيك تكتكي عن مقابلة منطحب بلجيكي الأن نقل من المنطقبة الفلنديا أنها فاتح مقابل الفلنديا أن استعدتها مقابل أخر جمعة المنتخب دنماركي و منطخب روسيا و لكنdارك Learn صبрей اذهب إلى مينطقبةGot هذا من مينطوائبي نصف من الديلان من اخر من طرف اخر، في السلطة و Running to decide من من. والجهود جاهز من المينطبئ والدنماركي يستحق بسراحة élure م Maxwell نض��ها و لكن المعتبке إلى الكرة أنت ابها في الكرة، ليس ك Millicent المنتخب الأميليا من ناحية الهجوم منتخب سجل خمس اهداف ولا منتخب فنلندي سجل هدف واحد ولا منتخب روس سجل هدفين بالتبعى معناه المنتخب الدنماركي هو الامتع من احل الوجومية معنى نشوفه مقابلة قوية ضد منتخب الويلزي مش منتخب الفنلندي يقع شد ديفاع مقابلة كاملة ولا منتخب روسي يظهر بايداء سيئ جدا ضد المنتخب البراجيكي معناه من الطبيعي أفضل المنتخب فيهم الكل هو المنتخب الدنماركي كمتابة الكورن خيل المنتخب الدنماركي يترشح على ايداء الجديد لقدم فيه مش هدى 16 ممتاز واليوم نشوفه مواجهة لمتخب الويلزي والمنتخب الدنماركي هي ثاني مواجهة تحدث اليوم بعد تحدث العشية بمواجهة بين المنتخب الإيطاري ومتخب المساوي اتحدث تو مواجهة اخرى بيت المنطخب الدنماركي ومتخب الويلزي مقابلة سهدة طرفين الدينمارك هو المرشح لانه كان طرف الأفضل حسب ما تفرش فيه في جمعات فإنه درمارك كان الأفضل بلك حتى بويلز قدم مقابلات كبيرة سراحة ولكن كأداء درمارك كان أفضل برغم أنه درمارك متلشح بثلاثة نقاط وويلز متلشح بأربعة نقاط إذن اليوم بشحكيه سريعا من ناحية ترتيكية على المقررية للمقابلة لجمعة منتخب البلجيكي ومنتخب فنلندي اليوم منتخب البلجيكي لاحظنا فيه برشة تغييرات التشكيل برغم أنه كان يلعب على المركز الأول مع أن المركز الأول ليس درمارك لأنه إذا كان درسل عليك فنلندا فهنا فنلندا يجب أن يخلق مركز الأول يوم في أول مقابلة ولكن المنتخب البلجيكي عمل برشة تغييرات اليوم برحرنا السيت للاعب دي برون وهي مهمة برشة للاعب دي برون لأن اللعب دي برون لم يكن حاضر في المقابلة الأول ومعناها كانوا عانمين يسابه ولكن كان يدخل في المقابلة الثانية أعمال للفرق و خم المنتخب البلجيكي ينتسرهم وفي المقابلة اليوم كيف إن دي برون كان يحاسم زائده لأنه كان صاحب ركنيكي الذي جابت هدف الأول للمنتخب البلجيكي وكان هو صاحب الأسيست الذي جابته هدف الثاني لما صحت اللعب لكاكو معنى اللعب دي برون نقوال للمقابلة ثانية على التويضاء العقصية يكون حاسم اذا بدون منازع اللعب دي برون اللعب دي برون مهم جدا في جو كتئة المنتخب البلجيكي فشارك في بلجيكا وبعد من افضل تليعب ناضي قريب رقم الدفاع في مسلم دام لاعبة دبر ضيما وكذلك معهم جيدنا closes بموتا guardians وعندما يضر침 بكثير من المقابلات لعدها مع ريا مدريد معنا اللعبة رائع تقريبا بداية استعادة المستوى متاعه ونتمنىهم معنا ينرجع المستوى متاعه مع المدرب انشيوطي في ريا مدريد معالو كاكو هازان ننقاوا اللعب دو كو تظهر ايمن للمنطخب البلجيكي اليوم اذا كنت نحكيه من الناحية التكتيكية على المقابلات ريفانو المنطخب البلجيكي ننقاهه المستحول راكب على كرة والمنطخب الفنلندي مارس وهيواته المفردة وهي الدفاع المنطخب الفنلندي في مقابلات 3 يkey usher two union في المتخب البلجيكي نتوقع برش belongingswwww خاصة انه ان نقاءه اللعب ديبرونيا كان موخر جوية التغير في هو ان نجد القناة في الشرطين يجعلنا الفارق ولكن في القناه في الشرط الاول السباب لا كان فارق أصغji فارق على شكل ك Bamboo لو اذا لحد دوبجيكي ا cùngه انج FAWs كان قريبا بتجيرا مشروع بغريفه اللي كان لديه دور كبير في التحرك بين الخطوص إذا كانت لاهر في رياة مدريد. وخليه يخوى وظيفة على جهل يسره فقط فقط وإن نازره لا يوجد حول في لمدريض ولكن لو كنت يرون أي حظه مع المنتخب الجيكي كان أفضل بك كثير لأنه كانت تلاحظة وإن نازره كان أي أجل العب على جهل يسره الله على وجهد مايضانه يجب الله على جهل يسره لعب على جهل اليوم لعنى إذا لاعب على جهل كان الحرد Χوارغ في تحقيق الميدان لن كانت متزم لشياي اريسا فقط تحرك في俺 الميدان كامل أعمل الإضافة اليوم مع اللاعب لو كاركو بساعات كان يحب أن يتلوش وصل ميدان ويأتي كمهجم ثاني يولا اللاعب لو كاركو ويحاول يلعب بعافه نائية كيف كيف في اللي راحظنا يأتي على جهة اليومنا ويحاول يلعب شيء مع اللاعب دوكو هذه الكل لحظة لهم اللاعب للنزار ولو أنه لم يكن فعال برشا برغم اللي أعمال تسديده صدر الحارس وطالب بزرد اللاعب دوكو بعد اختلاقه على الجهة اليوم معناه لحظنا دوكو دوكو ويحاول كنية متاعه ويتمنيه معناه يعود للمسترمتاعه الأصلي اللي كان به معانية تشيسي وقت كان مسترمتاعه من أفضل اللاعبين في العالم إذا اليوم نكمل مع المقابلين ونشوفوش نوساتيه بالضبط لنقارب المنتخب فنلندي من ناحية الوزومية منتخب فنلندي ما كانش فعال برشا المنتخب بلجيكي معناش ضغط كبير على حامل الكورة المنتخب الفنلندي في الناس الأحيان العبع الكورات العالية أو التويلة يحاول تبوكي يربح كورات بالرأس أو مع تقدم الأطراف هذه هي الحلول الوحيدة للمنتخب الفنلندي وما كانش فعال بحالة لحد كبير المنتخب بلجيكي كان مهمته في الدفاع السهلة لأن المنتخب الفنلندي ما كانش خطير برشا على المرمى بتاع المنتخب البلجيكي تواصلت امورها كيخي للشرطين ملاحظنش بس تغيير ولو قدنا في الشرطين لاحظنا شوية سعود للمنتخب الفنلندي هذا اللي خاله هدف اول ملغة للعب لوكاكو بعد ما دي بروين عددلوا الباس ما خاله لوكاكو وجه لي وجه ولكن الكورة كانت تسلل وبعد ركنية هي اللي حالت المشكة للمنتخب بلجيكي ولمنتخب بلجيكي تماكن من تجيل عن طريق اللعب برميلين بعد هدف الثاني يجي عن طريق اللعب لوكاكو بعد نفس الكورة بتاع هدف الملغة تعاوض باس لدي بروين لوكاكو وسجل الهدف الثاني لاحظنا شوية معنى تهاور المنتخب الفنلندي خاصة بعد نقبل الهدف الأول سعادت شوية الهجوب اي المنتخب فنلندي يحاول اخر فرص التاعوه معنى صحيح يزم يحاول يزم يقاتل ولكن من ننسي للمنتخب الفنلندي تعهض شوية ريسك اليوير اذا كانت تخبيل الهدف اخر كانت فرق الهدف يكون اختار بالنسبة لي هو لان نعفو فرق الهدف يكون مساهم في التهاول كأفضل الاربعة ثاويلة معنى فرق الهدف لكن المنتخب الفنلندي يقدم ايدي دفاعي في مقابلة التأخذ كلها المنتخب الفنلندي خضي مركز سakers المنتخب الروسي خضي مركز زرابا وانسحبن المساوقها المنتخب الروسي كل اربعة ضد المنتخب الدماركي итال larjoindre موا PEoll three ضد المنتخب الجيك اذا ل لا استحق التмоيقف اي fer ولكن فنح crawling في ايدي دفاعي فنحب كم المقاتلي academy' الدفاع ولكن ما يقدمش حاجة كبيرة هزومين لذلك نشوفه ما يستحقش التواجد في دار الثوم النهية ولكن مما ممكن يكون في ثوم النهية إذا كانت تراجعها من أفضل أربعة ثوارة في المجموعات الستة كهو ذلي عنه مش حكيوه عنه وقبل هذه المقبلة الأخرى من ثلاثة أشياء من نجمش حد لها سبحانه الأخير نسكون نتلقاه في مناعيد وردية أخرى